أكد صاحب السموة شيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس العالي حاكم عجمان أن مهرجان صاحب السموة شيخ محمد بن زايد الانهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل يعد أحد هم المهرجانات التراثية على المستوى الخليجي وموضع فخر واعتزاز لأبناء الإمارات جاء ذلك خلال حضور سموه ختام مهرجان صاحب السموة شيخ محمد بن زايد الانهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل التلة 2023 بمدان التلة بإمارة عجمان والذي أقيم خلال الفترة من الأول إلى السادس من يناير الحالي وقال صاحب السمو حاكم عجمان أن المهرجان في عامه الثاني عشر أصبح حدثا استثنائيا وتظاهرة رياضية تراثية فريدة وتجمعا لملاك الهجن في الخليج ومحبي المزاينات والمسابقات التراثية ويحكس الصورة الحقيقية والمكانة التي وصلت إليها رياضة الهجن وأوضح سموه أن الرياضات التراثية عموما وسباقات الهجن خصوصا تزيدها الأيام أصالة وعراقة وقيمة في نفوس الناس وتذكرنا بماضينا العريق وحاضرنا موسيقى 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 موسيقى